بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه حلقة أخرى من حلقات لطائف قرآنية أو لطائف عددية قرآنية والتي نعتبرها في النهاية إعجاز قرآني ونرى أن هذا المسلك في النظر في القرآن الكريم سيكون له انعكاسات كبيرة في دراستنا للقرآن الكريم وعلى وجه الخصوص تاريخ القرآن الكريم وكتابته إلى آخرين كنا قدمنا في الماضي في الحلقات التي مضت فكرة عن حساب الجمل وهو إعطاء كل حرف من حروف أبجد هوز قيمة عددية وعطينا أمثلة وأصبح معروف الآن ممكن نعطي بعض الأمثلة الأخرى حتى لا يكون هناك مصادفات لأن أمثلة الجمل هي أمثلة كثيرة جدا وفعلا هي لطائف ثم هي فعلا ممكن توصلنا إلى أن هذه اللطائف هي في حقيقتها من الإعجاز لو أخذنا مثلا جمل أبيض أبيض في الجمل قيمة أبيض واحد الباء اثنين الياء عشرة الضاد ثمانمية المجموع ثمانمية وثلاثتاش إذن جمل أبيض المجموع ثمانمية وثلاثتاش ورد في القرآن الكريم الكلمات الآتية أبيض الأبيض بيض بيض إذن عدة سياغ في القرآن الكريم نحن أخذنا جمل أبيض فوجدنا الجمل 813 ثم وجدنا أن الأبيض بيض بيضاء هذه الكلمات اللي وردت في القرآن الكريم وجدت في 12 آية 12 آية عندما جمعنا أرقام الآيات في القرآن الكريم الآيات 12 في القرآن الكريم التي فيها كلمة أبيض أو بيضة أو بيضاء إلى آخره مجموعة أرقام هذه الآيات 12 هو 813 بحيث لو سألني إنسان فقال ما مجموعة أرقام الآيات التي وردت فيها كلمة أبيض وبيضة إلى آخره في القرآن الكريم أقول له مجموعة أرقام هذه الآيات 12 عفوا مجموعة أرقامها 800 هي 12 ومجموعة أرقامها 813 813 هذا مثال نأخذ مثال آخر في الجمل طبعا كل مثال من هذه الأمثلة له الحقيقة متابعات لكن هنا نحن نقصد ومضات هذه الومضات لا بد من متابعتها على فكرة والتوقف والنظر فيها هو الحلقات قصيرة تساعد في التدبر والعودة لدراسة المسألة دراسة والشيء ممتع إن شاء الله يكون الآن نأخذ مثلا كلمة الحج في سورة الحج طالما طالما أن سورة الحج سميت الحج هذا يعني أن الكلمة التي وردت في داخل السورة الحج لها أهمية الحج طالما السورة سميت الحج هو الحقيقة وردت كلمة الحج في الآية 27 من سورة الحج الآية 27 من سورة الحج اللافت لانتباية أنه بعد سورة الحج لم يرد كلمة الحج طب هل تكرر هذا في القرآن الكريم؟ الحقيقة تكرر مثلا بعد كلمة الحديد ليس هناك في ترتيب المصحف بعد كلمة الحديد كلمة الحديد بعد كلمة نوح ليس هناك في سورة نوح يعني أقصد سورة نوح بعد سورة نوح ليس هناك في القرآن الكريم ذكر لنوح بعد سورة نوح وهناك على فكرة صور أخرى ينطبق عليها هذا نرجع إذن الآن لسورة الحج إذن آخر كلمة حج كانت في سورة الحج وسميت سورة الحج في الآية 27 الآية 27 من سورة الحج عدد كلمتها 14 الآن لاحظوا نحن نستكشف فتظهر لنا أنماط رياضية في النهاية يصبح عند المستمع والمتدبر فكرة عن هذه الأنماط اللي ممكن تقوده في النهاية إلى استكشاف القانون العام الموجود في نظم القرآن الكريم الآن الآية 27 ضرب عدد كلماتها 14 يساوي 378 إذن 27 ترتيب الآية في السورة ضرب 14 عدد كلمات الآية التي فيها كلمة الحج يكون الناتج 378 المفاجأة أنه 378 هو مجموع الأرقام الآيات من 1 إلى 27 ما هي الآية 27 والقانون الرياضي الذي سبق بيناه في الماضي سبع بنا نعرف مجموع من 1 إلى 27 نقول 27 زائد 1 ضرب 27 على 2 يكون المجموع 378 هذه تكرر ثلاث الآيات التي ذكر فيها الحج وأحكامه في سورة الحج هي من الآية 26 إلى الآية 37 مجموع 26 27 28 حتى 37 يكون المجموع المفاجأة 378 هذه عندنا صار ثلاث ملاحظات أربعة كلمات الحج في القرآن الكريم الحج وليس مثلا ولله على الناس حجوا البيت وإنما الحج المعرف تسع كلمات في القرآن وطالما أن كلمة الحج في الآية 27 من سورة الحج هي الكلمة الأخيرة وبعدهك ما في كلمة الحج في القرآن الكريم فإذن هي الكلمة التاسعة وجمل الحج وسبق قلنا في الجمل وعطينا أمثلة في الجمل جمل الحج الألف واحد اللام ثلاثين الحا تمانية الجيم ثلاثة المجموع 42 جمل الحج وعندنا هذه الكلمة التاسعة إذن تسعة ضرب 42 إذن ضربنا ترتيب الكلمة بين كلمات الحج في جمل الحج يكون الناتج 378 وهذا شيء مدهش ولكن فيما بعد طبعا حاولنا نشوف إيش 378 هذا الآن تفصيلاته ليس هنا ولكن مثلا من الملاحظات اللي لاحظناها إنه طيب 378 378 388 أربع مرات طيب ما هو سورة الحج 78 آية فقلنا أنه نحاول نشوف يعني إيش العلاقة فقلنا 378 زائد 78 فكانت النهاء النهاء الناتج 456 فكانت المفاجأة إنه 456 هو ترتيب كلمة الحج في السورة عندما نبدأ من بداية السورة نعد تكون كلمة الحج هي الكلمة 456 ثم نتج عن هذا الملاحظة كتاب كامل اسمه الميزان 456 بحوث في العدد القرآني نكمل إن شاء الله في حلقات قادمة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر